بسم الله الرحمن الرحيم سوف نقدم اليوم لكم درساً في قواعد اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي عنوان درسنا الاسم المذكر والاسم المؤنث وهو من كتاب لغتي فرحي من أهداف هذا الدرس التعرف على ماذا يدل الاسم والتمييز بين الاسم المذكر والاسم المؤنث والتعرف على طريقة تحويل الاسم من مذكر إلى مؤنث وبالعكس وأيضا التعرف أن هناك بعض الأسماء لا يمكن تحويلها من مذكر إلى مؤنث بل تتحول كلها نبدأ ما هو الاسم؟ الاسم هو كلمة تدل على إنسان أو بهيمة أو جمال الإنسان مثل بنت، ولد، شاب، شابة وغيرها أما البهيمة الحيوان ممكن أن يكون فيل، فراشة، أسد، ضفضة وغيرها والجماد ممكن أن يكون مقص، وردة، طاولة، كرسي والآن كيف يمكن أن أميز بين المذكر والمؤنث؟ دائما أشير إلى اسم المذكر باسم الإشارة هذا مثل هذا باب أما اسم المؤنث أشير إليه باسم الإشارة هذه مثل هذه حقيبة حسناً، نريد الآن أن نتدرب على التمييز بين الأسماء من خلال هذا التمرين وتصنيفها إلى اسم إنسان واسم بهيمة واسم جمال عندما أقول أرض هي اسم جمال دفضع اسم بهيمة وصديق اسم إنسان والآن أريد أن أشير إلى كل اسم من هذه الأسماء باسم الإشارة المناسب له إذا كان مذكر هذا وإذا كان مؤنث هذه أخت أقول هذه أخت حصان هذا حصان قمر هذا قمر شمس هذه شمس أنف هذا أنف جدة هذه جدة والآن بعد أن تعرفنا على الأسماء وبماذا أشير إلى المذكر منها والمؤنث أريد أن أتعرف كيف يمكن أن أحول من مذكر إلى مؤنث وبالعكس عند التحويل من المذكر إلى المؤنث دائماً نزيد تاء مربوطة متصلة أو منفصلة في آخر الاسم المذكر مثل هذا صديق تصبح هذه صديقة هذا سمير تصبح هذه سميرة أما عند التحويل من مؤنث إلى مذكر نحذف هذه التاء الموجودة بآخر الاسم المؤنث مثل هذه صبية يصبح هذا صبي هذه جدة تصبح هذا جد لكن أحبائي هناك بعض أسماء الناس والبهائم لا يمكن أن نزيد تاء في آخر الاسم المذكر بل يتغير الاسم كله مثل أب أم أم ديك المذكر المؤنث تصبح دجاجة هيا معين لتدرب كيف يمكن أن أحول من مذكر إلى مؤنث من حلال هذا التمرين هذا نمر تصبح هذه نمرة هذا خروف المذكر المؤنث هذه نعجة هذا رجل مذكر تصبح هذه مرأة وبذلك أحبائي نكون قد تعلمنا في درسنا تعرفنا على ما هو الاسم تعرفنا بماذا نشير إلى المذكر وبماذا نشير إلى المؤنث وكيف نحول من مذكر إلى مؤنث وبالعكس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا